Hello everyone, today we will answer the first test in English for the first term for grade 4 النهاردة ان شاء الله نحل الاختبار الاول في اللغة الانجليزية للفصل الدراسي الاول للصف الرابع لابتدائي Let's start الاختبار مكون من 3 اجزاء Listening, Reading and Writing الجزء الاول Listening مكون من سؤالين Number one, Listen and Circle عندنا اربع مجموعات من الكلمات بنسمع لكلمة في كل مجموعة وبنعمل Circle يعني دايرة حوالين الكلمة اللي بنسمعها السؤال الثاني Listen and Complete أبارة عن 4 جمل كل جملة فيها فراغ بنسمع الجملة علشان نكمل الفراغ الجزء الثاني Reading أبارة عن 3 اسئلة Write True or False أبارة عن صورة عندنا وبنشوف الجمل اللي تحتها صح أم خطأ سؤال الرابع Circle the old one بنشوف الكلمة المختلفة وبنعمل عليها دايرة سؤال الخامس Multiple Choice يعني جملة وعليها اختيارات وبنختار الإجابة الصحيحة الجزء الثالث Writing الكتابة السؤال السادس Answer the questions عندنا 4 صور كل صورة تحتها سؤال بنجاوب على السؤال من خلال الصورة السؤال السابع Write for sentences إذا عندنا صورة وبنكتب تحتها 4 جمل السؤال التامن Punctuated Sentence يعني علامات ترقيم للجملة اللي موجودة عندنا سواء كان فلسطوب أو capital letter أو question mark أو exclamation mark تعالوا نشوف الاختبار الجزء الأول Listening عبارة عن سؤالين نشوف السؤال الأول Listen and circle the word with a short vowel عندنا أربع مجموعات من الكلمات كل مجموعة فيها كلمتين هنسمع دلوقتي الكلمتين في كل مجموعة ونشوف أي كلمة فيها short vowel يعني صوت متحرك أقصر من التاني نشوف المجموعة الأولى ونسمع كويس الكلمة الأولى tune الكلمة التانية up نسمع تاني tune up tune up طبعا الكلمة اللي فيها short vowel هي كلمة up فيها صوت متحرك أقصر من كلمة tune نشوف المجموعة التانية الكلمة الأولى vet الكلمة التانية feet 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 طبعا هنختار ونعمل circle حوالين كلمة vet لأن فيها short vowel أقصر من كلمة feet المجموعة الثالثة night pin night pin night pin الكلمة اللي فيها short vowel هي كلمة pin المجموعة الرابعة box coat box coat box coat الكلمة اللي فيها short vowel يعني صوت متحرك أقصر من الثاني هي كلمة box نعمل circle حوالين كلمة box نشوف السؤال الثاني listen and complete with one word عندنا أربع جمل زي ما قلنا هنسمع كل جملة ونشوف الكلمة النقصة ونكملها الجملة الأولى I want a lizard I want a lizard طبعا كلمة lizard اللي هي مش موجودة هنكتبها في الفراغ l-i-z-a-r-d نخلي بالنا من اللي سبيلنج عشان ناخد الدرجة كاملة الجملة الثانية this camera is mine this camera is mine this camera is mine الكلمة نقصة كلمة mine m-i-n-e معناها أن الكاميرا دي ملكي الجملة الثالثة they go to school by bus they go to school by bus they go to school by bus الكلمة النقصة كلمة go يعني يذهب g-o الجملة الرابعة he exercises in the morning he exercises in the morning he exercises in the morning الكلمة النقصة كلمة exercises ونخلي بالنا من الاسبيلنج الخاص بكلمة exercises كلمة طويلة شوية لكن نستهجها ونكتبها صح e-x-e-r-c-i-s-e-s he exercises in the morning الجزء التالي من الاختبار reading والسؤال التالي read and write true or false نقرأ الجملة الموجودة عندنا ونشوف صح ولا خطأ وفقا للصورة الموجودة الصورة الموجودة في مدرسة بتشرح مدة الرياضيات للطلاف في الصف وطبعا اليوم عندنا زي ومكتوب يوم الخميس مكتوب Thursday تعالوا نشوف الجملة ونشوف true or false number one my mother is a teacher يعني احنا عندنا هنا في الصورة my mother is a teacher مدرسة أو أمي مدرسة وفقا للصورة طبعا الإجابة هتكون صحيحة لأن في مدرسة موجودة في الصورة هنعمل tick تحت كلمة true الجملة التانية I have math on Monday math يعني مدة الرياضيات طبعا زي ما أنا شايف في الصورة في فعلا مدة الرياضيات لكن هل هي on Monday يعني هل هي يوم الاتنين ولا مكتوب في الصورة Thursday مكتوب في الصورة Thursday يبقى كلمة Monday هتخلي الجملة خطأ هنعمل tick تحت كلمة false الجملة الثالثة they are at home هل هم موجودين في المنزل at home يعني في البيت طبعا لجابة خطأ هنعمل tick تحت كلمة false هم طبعا موجودين في الفصل أو في المدرسة يعني in the classroom أو in the school رقم أربعة the boy looks for his book look for يعني يبحث عن هل الولد بيبحث عن كتابه طبعا خطأ هنعمل tick تحت كلمة false الولد شايفينه في الصورة بيكتب في كار راسته يبقى لجابة خاطئة السؤال الرابع read and circle the old one هنرى أربع كلمات ونشوف الكلمة المختلفة عن باقي الكلمات ونعمل circle يعني دايرة حولها train popcorn bus ferry الإجابة المختلفة أو الكلمة المختلفة هتكون popcorn ليه؟ لأن popcorn هي الحاجة الوحيدة اللي أنا بقولها لكن train وبص وفيري كلها من وسائل المواصلات train يعني قطار bus يعني اوتوبيس وفيري يعني سفينة يبقى popcorn يعني الفشار اللي أنا باكله هي دي الكلمة المختلفة الجملة التانية rabbit meat cake vegetables rabbit meat cake vegetables اللي جابة المختلفة أو الكلمة المختلفة كلمة rabbit لأن rabbit من الحيوانات لكن meat يعني اللحمة والكيك يعني الكيكة والفيشتابولز يعني الخضروات كل الحاجات البعية أنا باكلها لكن rabbit تعتبر من الحيوانات عشان كده هي الكلمة المختلفة بعمل حولها circle يعني دايرة رقم ثلاثة red blue kite white تاني red blue kite white الكلمة المختلفة هتكون kite لأن kite يعني طيارة ورقية لكن باقي الكلمات أبارة عن ألوان red يعني اللون الأحمر blue لون الأزرق white اللون الأبيض رقم أربعة keys umbrella wallet duck keys umbrella wallet duck الكلمة المختلفة كلمة duck لأن كلمة duck يعني بطة أما keys يعني مفاتيح umbrella يعني شمسية wallet يعني محفظة طبعا الكلمات دي كلها بارة عن أشياء لكن كلمة duck من الحيوانات لأن معناها بطة نشوف السؤال الخامس choose the correct answer from a, b, c, or d عندنا مجموعة من الجمل أربع جمل كل جملة عليها أربع اختيارات ونختار الإجابة الصحيحة number one space يعني مسافة you want vegetables ده سؤال what ولا do ولا does ولا are what ولا do ولا does ولا are تعالوا نفكر كده ونشوف الإجابة what you want vegetables لا ما تنفعش لأنه لازم بعد كلمة what يكون فيه فعل مساعد do you want vegetables نشوف does you want vegetables لا، does ما تنفعش تيجي مع you are you want vegetables are تنفع تيجي مع you لكن لازم الفعل يكون فيه ing بعدها اللي جابة الصحيحة الوحيدة اللي في الجملة دي هتبقى do you want vegetables لأن زي ما قلنا كلمة does ما تجيش مع you كلمة are لازم يكون الفعل موجود فيه ing وكلمة what لازم يكون فيه فعل مساعد بعدها هتبقى كلمة do you want vegetables معناها هل أنت تريد خضروات الجملة الثانية he space videos at night he space videos at night watches watches wants wears watches يعني يشاهد watches يخسل wants you read wears يرتدي أو يلبس اللي جابة هتكون he watches video هو يشاهد الفيديوهات at night يعني بالليل number three space time does it leave time does it leave whose time ولا what time ولا how time ولا when time اللي جابة هتكون what time دايما بسأل عن الوقت بكلمة what يبقى what time does it leave الجملة الرابعة we space to work by the underground we space to work by the underground walk want go help اللي جابة هتكون we go to work يعني نحن نذهب إلى العمل by the underground يعني عن طريق المترو جزء والسؤال السادس look and answer the questions عندنا مجموعة من الصور اربع صور وكل صورة تحتها سؤال هنجاوب السؤال وفقا للصورة اللي موجودة عندنا السؤال الاول what is he doing what is he doing يعني ماذا يفعل نشوف الصورة الولد بيعمل ايه الولد بيأكل طبعا لما يجي نجاوب بنجيب الفعل الاول يعني وبعدها is وبعدها الفعل مضاف له فبقول he is eating he is eating ممكن اكمل اقول he is eating rice او he is eating beans السؤال التاني او الصورة التانية how does she go to work how does she go to work عندنا في الصورة موجود taxi فبقول طبعا الفعل الاول she ونخلي بالنا الفعل go هيبقى goes لاني عندي فيه السؤال كلمة does بتحول الفعل او بتضيف للفعل حرف الاس في النهاية او es بقول she goes to work by taxi she goes to work by taxi سؤال التالث do you want pasta do you want pasta ممكن اجاوب ب yes or no بقول yes حط كما و you تحول الى i وبعدين do كما هي يبقى yes i do yes i do السؤال الرابع is this your jacket is this your jacket برضو ممكن اجاوب yes or no بقول yes حط كما it is yes it is يعني كلمة this ممكن تحول الى it وبعدين is كما هي yes it is سؤال السابع look and write four sentences يعني نبص على الصورة كويس نكتب اربع جمل نشوف الصورة ونحاول نوصفها عندنا عربية في الصورة عندنا بنت بتخسر العربية وعندنا شمس يعني الجو مشمس فبنقول there is a car يوجد سيارة there is a car الجملة التانية the car بوصفها the car is small يعني السيارة صغيرة الجملة التالتة the girl washes the car البنت بتخسر العربية والجملة الرابعة it is sunny today او ممكن اقول it is hot today ممكن اقول it is sunny او it is hot today وبكده كتبت اربع جمل على الصورة اللي قدامي واهم حاجة يكون الاسبيلنج صحيح عشان اياخد الدرجة كاملة سؤال التامي the following عندي جملة هضيف لها علامات الترقيم سواء كان فلسطاب او capital letter او question mark او exclamation mark حسب ما شوف الجملة don't worry I have one don't worry I have one دايما ببدأ الجملة بcapital letter يعني حرف D هيكون capital كمان كلمة don't نقصة apostrophe قبل حرف T يبقى don't فيها D وفيها كمان apostrophe قبل حرف T don't worry وبعدين نخلي بالنا بعد القما I دايما كلمة I يعني أنا بتكون capital في أي مكان في الجملة سواء كان في الأول أو في النص أو في الآخر يبقى I بتكون capital I have one وبعدين في النهاية بنشوف الجملة دي جملة خبرية ولا جملة استفهمية don't worry I have one طبعا دي جملة خبرية مش استفهمية وبالتالي بحط فلسطاب في نهاية الجملة don't worry I have one فلسطاب في النهاية with my best wishes and thank you for watching goodbye